السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رح نحلو نموذج اختبارات الفصل الثاني لسنة الثالثة متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تفيدكم وتستفادوا نبدأ في قراءة النص مع بعض والأسئلة ثم نبدأ في الحلول على بركة الله بسم الله Born around a thousand years ago من تسعمية وخمسة وستين لعشرة ربعين راح نلقوا العمر انتع الشخصية In present day Iraq الحسن ابن الهيثم was a great scientific thinker who made important contributions to the world إذن الحسن ابن الهيثم هو من أعظم العلماء المفكرين الذي عمل بتغييرات جذلية ومهمة جدا للعالم ابن الهيثم lived during a creative period known as the golden age of Muslim civilization which saw many fascinating advances in science, technology and medicine ابن الهيثم عايش في مدة أو في وقت كان فيه الابتكار وسمي بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية وأيضا هذا العصر الذهبي كان له دور كبير في الحضارة الإسلامية اللي كانوا فيها تغييرات ومنافع مذهلة في العلوم التكنولوجيا والطب ابن الهيثم wanted to understand what light is how it works and how humans see objects ابن الهيثم حبي يعرف كيفاش الضوء يخدم كيفاش الإنسان يشوف الحوايج إذن هو اللي أسقط نظرية الإغريق بكري اللي كانوا يقولوا باللي الضوء يجي من العينين إذن هما قالوا باللي الضوء يجي من العين يخرج من العين هو قرأ وخمم وحوس وبحث باش يثبت باللي العين تشوف الضوء ماشي الضوء يخرج منها الضوء هو اللي يدخل للعين ماشي يخرج من العين هذا الاكتشاف كان حقا ثوري قلب كامل الموازين كتب 96 كتاب وخمسة وخمسين كتاب فقط هما ليما زالهم محتفظين بهم وصدقوا الكتب الأكثرية كامل كانت حول تجربة الضوء سمى كل كتاب بتسمية ضوء النجوم ضوء القمر إلى غيرها كتاب المناظر الكتاب الرئيسي والأساسي المعروف به هو كتاب المناظر which was translated to many languages made radical changes in the western optical traditions هذا الكتاب ترجمه لبزاف لغات اللي دار تغيير جذري في المجال النظريات through his researches ابن الهيثم made important contributions to our understanding of light optics and vision من خلال بحوث انتاع وغير بزاف في مجال البصري he is known as the father of optics معروف باب البصريات his most famous invention is the camera obscura the paint hole camera he also had great impact on thinkers and scientists that came after him such as Isaac Newton who was aware of ابن الهيثم works إذن إسحاق نيوتن كان مهتم بزاف بأعمال ابن الهيثم إذن ابن الهيثم من أعظم العلماء العرب اللي بيه اكتشف الكاميرا وخدمها وعرف باللي الضوء يدخل للعين ما يخرج منها إلى غيرها إذن هذا هو النص ما عليكم غير تقرأوه مرتين باش تفهموه ونقرأو الأسئلة مع بعض شوفوا معايا read the text and answer the questions in which period did ابن الهيثم live وش ما العصر اللي عاش فيه ابن الهيثم what is ابن الهيثم known as بماذا يعرف ابن الهيثم what is the most important book that he wrote ما هو أهم كتاب كتب ابن الهيثم أقرأوا هذو كامل من النص وجاوبوا عليهم بحاذر نروح للتمرين الموالي number two what do the underline words refer in the text in the text to refer to على وش تعود الكلمات التالية في النص عدنا who which ووش أخرى ثم that دائما أقرأ وش كاين قبلهم الكلمات تلقوا الحلول match each verb to its right definition عدنا أربعة أفعال تربط كل فعل بالتعريف انتهو تربط كل فعل بالتعريف انتا وركزوا مليح في هاذ التمرين نشوفوا التمرين أو الجزء الموالي اللي هو الجزء الخاص بالقواعد master of the language find the mistake in each sentence and correct it رايح تلقى الخطأ في كل جملة وتسحوا الجزاري is a muslim scientist which invented the elephant clock science is the study of structure and behavior those shoes are made of italy my father used to look me to school every morning أخطأ بين ونراهي خرجوها وسحوها turn the following sentence into negative and interrogative form عدنا جملة اللي هي they were taking photos رايح نديروها في ال negative اللي هو النفي وفي ال interrogative تطرحوا السؤال لهاذ الجملة ركزوا مليح في التمرينين سهلين وبسيطين choose the correct model verb عدنا can or may to start the following requests عدنا طلبات رايح تستعملوا can ولا may باش تطلبوا في هذا الجمل نيهال asks her classmate to give her the book وش تقوله can you give me your book please ولا may you give me your book please the pupil asks his teacher to explain an activity to him may you explain the activity to me please ولا can you explain the activity to me please خيرو can ولا may classify the following words in the right column عدنا أربع كلمات رايحين تحطوهم في الخانة المناسبة للنطق انتحهم أنا هنا الكلمات في أربعة ما نقرأهمش تشوفوهم معايا بعد في الجواب ننتقلوا الآن إلى الوضعية الإدماجية لهذا الموضوع اللي هي written expression your school is organizing a competition about the best biography written in English the winner will be awarded on the 16th April by the headmaster لكل تاعك روي نظم في حفلة مسابقة حول أفضل بيوغرافي كتبت بالإنجليزية والرابح رايحين يمدلوا جائزة يوم 16 أفريل وهو يوم العلم من قبل المدير انتعك use the information in the table to write a short biography and use the simple past tense عدنا الزهراوي they tend place of birth fight of study job تاعه inventions discoveries الاختراعات والاكتشافات books الكتب تاعه date and place of death رايح تكتب فقرة قصيرة بسيطة حول الزهراوي باستعمال the simple past tense الماضي البسيط إذن هذا هو الفيديو هذا هو الموضوع ننتم مع لكم غير توقفوا الفيديو تحولوا شوية وحدكم في ورقة مسودة ثم تقرنوا الإجابة نتاحكم بالإجابة الموالية إذن هنا مع لكم غير تركزوا لآخر الفيديو باش تشوفوا الحلول إذن شوفوا معايا هنا إذن ابن الهيثم was born during the golden age of muslims of civilization عفوا ابن الهيثم is known as the father of optics the most important book that he wrote is كتاب المنازير عدنا الكلمات who تعود على ابن الهيثم which الأولى تعود على the golden age which الثانية على كتاب المنازير وذات تعود على thinkers and scientists نكملوا مع بعض الرابط عدنا to invent هو make something for the first time اختراع to discover to be the first person to find a place or something to discover discover عفوا هو الاكتشاف to study reserve time and effort for knowledge and science الدراسة to search make research using tests and experiments to search معنتها البحث نشوفوا الآن القواعد spot the mistake هنا خرجنا الأخطاء إذن الجزاري is a muslim scientist who invented the elephant clock science is the study of structure and behavior those shoes are made in Italy and my father used to take me to school every morning التمرين اللي موراه درنا الجملة في ال negative وفي ال interrogative إذن they weren't taking photos were they taking photos هذه هي طريقة طرح السؤال بهذه الجملة شوفوا التمرين الموالي أو الجواب نهال asked her classmate to give her the book can you give me your book please the pupil asks his teacher to explain an activity to him may you explain the activities ثم عدنا cut with a art and far art and far with a cheese with e cheese هذا هو كيفاش نحطهم في الجدول نروح الآن شوفوا الوضعية الإدماجية مع بعض إذن نبدأ الفقرانتانا الزهراوي الزهراوي was born in 936 CE CE لهوا الكمن ارا الكمن ارا لهوا العصر المشترك in الاندلس he studied physics and medicine he was a great surgeon he invented medical and surgical instruments such as forceps and scalpels he discovered the cut gut used in surgery and dissolves away naturally cut gut اللي هو الخيط انتع الخياطة اللي يذوب وحده he wrote a famous book called كتاب التصريف he died in 1013 CE اللي هو coming era in كوردوبا إذن هذه هي الفقرة كتبناها من خلال معطيات فقط المعطات لنا نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو وهذا الحل يفيدكم في الاختبارات وتستفادوا نتلقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على آخر